نروح للمؤتمر الصحفي وبعد المؤتمر الصحفي اللي النهاردة أعلن فيه اتحاد الكرة تعيين كابتن إيهاب جلال نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا اجتماع مجلس الإدارة انتهى من دقائق وكان فيه قرارين مهمين جدا القرار الأولاني هو تعيين كابتن إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الوطني الأول وتوجيه شكر للمستر فنجادة عن الفترة اللي أقضاها في الاتحاد المصري وأدى فيها بكل جهد ونشكره جدا نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد الكرة هم دول القرارين الأساسيين اللي اتخذوا النهاردة إن شاء الله كل تفاصيل العقد مع كابتن إيهاب لسه فيه هيبقى فيه جلسة ما بين كابتن إيهاب وما بين مجلس الإدارة عشان تحديد التفاصيل الجهاز المعاون التوقيتات كل الحاجات دي هتبقى لحقة إن شاء الله وهنعلن باقي التفاصيل سواء جهاز أو مدة أو إن شاء الله أخلى اللي من اللي جاي أصل الترشيهات كانت موجودة على الساحة والمداربين المصريين ما شاء الله كلهم أكفاء فطبعا وحضراتكم أعلمين يعني على مستوى عالي جدا من الثقافة الرياضية فكل واحد بيرشح وبيبقى فيه أسماء متاحة مطروحة كون إنها سطفت مع قرار مجلس الإدارة النهاردة دي حاجة كويسة كابتن إيهاب جلال ما كان مرشح لمنتخب مصر في أكتر من مرة سابقة كل التفاصيل اعتقالا بمجرد توقيع العقد وكابتن إيهاب هيبقى معاكو إن شاء الله في أول فرصة بعد التوقيع شكرا